سلام عليكم هل تعاقب الكويت بسبب مصر من ساعات او بالتحديد 72 ساعة ظهر وفد مصري ليه طبع سياد الكويت في زيارة مهمة متكتم عليها وغير معلنة لوسائل الهلال يوعد تسأل جبنا التفاصيل ازاي عموما هقول لكم دلوقتي الوفد ده قبل مين ده سؤال مهم جدا كان فيه كمان كان ملف مهمين اما بحور التفاوض في الزيارة دي وانا هنا وعملا والتزاما بمبدأ التخصص اكتفى بالجانب الاقتصادي ولمح للسياسة احنا بتقع اقتصاد في الاساس طيب فيه معلومة مهمة عايز الفت نظرك لها وهي ان الزيارة دي هي الزيارة التانية باقل من شهر يعني كان فيه زيارة من حوالي 3 اسابيع 3 اسابيع وكسور اتفتح فيها برضو نفس الملفات وشبه وصلوا لحلول نهائية وتم التوصل الاتفاقيات غاية في الاهمية الوفد اللي راح كان من النوع السيادي بس ضم اقتصاديين تقال وسياسيين وحكومين وكمان دبلوماسيين من المصر ومن الكويد وبرضو ما كانش محور الحديث سيادي او سياسي فقط العكس ده كان الاساس اقتصادي صرف اهم واكتر ما في الاجتماعات اللي تمت ان في اخر يوم للتفاوض تلقى الوفد المصري مفاجأة من العيار السقيم ايه هي المفاجأة دي؟ وماذا حدث في كواليس الاجتماع الغير معلم بين مصر والكويد؟ وماذا سيحدث الايام القليلة القادمة؟ كلام مهم واسئلة اهم حضر بل خمسينة شاي بتاعتك بس تكون بمزاكل وتعال نعرف الكواليس مع بعض بس ما تنساش تدعمنا بانك تشترك في الصفح على فيسبوك وكمان القناة على اليوتيوب ده بيدعم وطبعا لايك وشير وتعليق يبقى تمامه يلا بينا انا محمد ابوعاصي وجادردش معك اقتصاد في خمسينة اقتصاد النهاردة معانا رائع جديد في خمسينة اقتصاد ناس كتير بقت مهتمة بالبيزنس ومجال المال والاعمال ناس كتير بقت رفضة فكرة الوظيفة وبقت بتنطلق ناحية انها تأسس بيزنس خاص وتستهدف اسواق فيها حوافز استثمارية منطقة الشرق الاوسط بالفعل اصبعت اهم سوء بيد حوافز وهنا تيجي اول خطوة في عالم البزنس انك تأسس شركة لو ما عايز تأسس شركة او لو عندك شركة وعايز تتوسع بها سواء للامارات او السعودية وتستثمر هناك وتستفيد من المميزات هناك سواء الموقع الكغراف للامارات وتسهيلتها او الطفرة الاقتصادية في السعودية وتسهيلتها حيواجهك مشكلة في السوق الاماراتي والسعودي بالتحديد ان اي حد بيحاول يأسس هناك دايما بيشتك من ضياع الوقت والفلوس في الاجراءات سواء حاول بنفسه او عن طريق شركة ده بقى غير مشاكل فتح حساب بنكي لشركتك هناك وتعقدتها هنا ايجي دور راعي حلقة النهاردة بتاعتك وشركة ابشر اللي وظيفتها انها تسهل رحلة اي مستثمر عايز يأسس شركة او يتوسع في الامارات او في السعودية ابشر اسست اكتر من 3000 شركة وحصلنا على اكتر من 100 تقييم خمس نجوم على جوجل ابشر عندهم خبرات واسعة بقوانين ولواحي الاعمال هيأسسه لك شركة بسلاسة وسهولة وبدون اي تأخير هيكون عندك سجل تجاري واقامة وبتضمن حساب بنكي لشركتك بدون اي تضييع للوقت او اي رسوم مخفية لفترة محدودة بيقدموا في قبشن استشارات مجانية وبيشرحوا ليك الاجراءات كاملة والخيارات المتاحة في التأسيس وبيجاوبوا على كل اسئلتك هسيب ليك في الديسكريبشن ووصف الفيديو تحت لينك حجز الاستشارة ولينكات الويب سايت والسوشيال ميديا بتاعتهم لو عايز تستعين بيهم او تدخل تاخد فكرة في البداية عايز اقول لكم ان احنا عملنا قناة جديدة اسمها خمسين البودكاست شغل بقى حوالات صحفية واعادات مع ناس تئيلة ناس عندها فكر ناس ني فكرها يتفق معاك وفكرها يختلف معاك بنحرض لك كل الافكار والاراء وبينجيب التقال وعندنا مفاجآت الفترة الجاية ناس تئيلة هنستضف جوه مصر وبر مصر وكله بالحياد الموضوع بيبقى قدام حضرتك وانت اللي بتقيم ياريتو دخلوا تشتركوا تعملوا سبسكرايب للقناة وتشوفوا الحلقات اللي نزلت عليها دلوقتي محتوها بينزل على خمسينة كبيرة برضو لكن عند لحظة معينة ودي قربت جدا هيكون محتوها يخصها فقط على خمسينة بودكاست فدخلوا اشتركوا في مولودنا الجديد اللي هو بصراحة سمرت نجاحكم انتو مش نجحنا عنه يبتو ان هناك شيء ان يطبخ في كواليس مطبخ الاقصاد والسياسة بين مصر والكبير ايه هو بها؟ هقول لك الجديد خد بالك الحلقة دي فيها حاجات مهمة تخص الحمالة المصرية في الكوين سواء اللي هناك او فتح الباب من هنا بس اركز معايا في التفاصيل هناك قصة يجب ان تروى ويجب انك تكون عارفة قبل ما نتعمق مبدئيا حلقة النهاردة مصادرنا فيها دبلوماسيين مصريين وكويتين على صلة بما يدور وكمان اقصادين وحكوميين بس مش مصريين احنا لفنا على كل دول وجبنا تفاصيل وتأكدنا من كم تفصيلة مهمة وصل من حوالي 73 ساعة 3 ايام وفد مصر لكويت في تأكيد على مخرجات زيارة سرية كانت من حوالي 3 اسابيع وكسور غير مؤلم تفاصيلها للاعلام وعشان يجتمع مع وفد بارس كويتي ضم من الوفدين دون ده بقى السؤال مسئولين سياديين من الجانبين بالاضافة لقصاديين مسئولين ابرزهم ممثل عن صندوق الكويت السياد والبنك المركز الكويتي ومسئول اميري بارس جدا في الدوان الملكي او الدوان الاميري في الكويت كويت امارة وليست ملكي كي نقطة طيب ونزراءهم من الجانب المصري حصل اتفاق على اكتر من بدي مهمين جدا بس مبدئيا لازم تكون عارف ان مصر وكويت بينهم مشروع سياسي مهم جدا بيطبخ الان وان مصر تدخلت لدعم الكويت في حركة تصحيح تمت مؤخرا اللي كان من نتائجها حل البرلمان والتحريعات وحملة اعتقالات لان كان هناك مخطط سيء ممكن يوصل من سوقه للاطاحة بالامير الحال الشيخ مشعل الاحمد الجابر الصباح هيا نضغط ايه شوية ما علش اللي هو الرجل القوي في الكويت من زمان حتى من وقت الشيخ جابر الاحمد الصباح التخطيط للامر ده بدأ من زمان وكأن هناك بمعنى ضغط فصيل سياسي معين بيخطط الاستحواز على الكويت ويغطفها في حتة تانية وتكون هي القاعدة الجديدة لتصدير سياسة الفصيل ده لباقي المنطقة بعد ان اخفق الفصيل ده في مصر والامارات وليبيا وتونس التخطيط للسيطرة على الكويت جيه في عهد الامير السابق الشيخ نوافل احمد الجابر الصباح استقلالة لظروف الكويت وظروف الرجل الصحية في التوقيت ده انت مكنتش او ما كانش فيه حكومة بتكمل شهر عندهم وكان هناك خلاف دائم بين الحكومة ومجلس النواب او فيه طيار معين داخل مجلس النواب كان على خلاف دائم مع الحكومة في التوقيت ده كان الطيار ده دائم الهجوم على مصر والحكومة المصرية وكمان العمالة المصرية في الكويت لدرجة ان في الايام الاخيرة للبرلمان الكويتي كان هناك مطالبات رسمية بسحب ودايع الكويت من مصر وكمان سحب استثماراتها وكأن كان فيه حاجة بتتزرع في الكويت وتنطبخ ضد مصر ده غير بعترض العمالة ده غير تعطيل العمالة قصة كبيرة لحد ما في توقيت معين مصر مش نقرف للكويت شكوك او مجرد معلومات مجردة لا ده وقائب الأدلة والتسجيلات والبرهين وما يحدث في الكواليس والساحة الكويتية اللي اتنقل أنقذ الكويت وشعب الكويت حكومة والنظام الحاكم هناك وبالمناسبة شوف الحلقة دي عملناها من أسبوع وأنا متمسك بكل كلمة فيها كواليس عالو أنا عارف أنك عايز تعرف مدارة في الكواليس جديد يعني أصبر علي حالا هقولهولا لأن فيه حاجة أخيرة كمان لازم تعرفها وهي هنا أن الكويت مردتش على مصر أنها أخذت المعلومات وتصرفت من دماغها وخلاص ده طلب التدخل مصر وطلب الدعم مصر تدخل على الأرض ومصر وفق لأن ما يحدث في الكويت كان مقصود به مصر من برد الهجوم ويفشل العلاقات وتقريب الاقتصاد بسحب الوداع الكويت للمصر اللي لها حوالي أربعة مليار دولار فيهم وديعة على ما أعتقد بثلاثة مليار دولار هتلتهي في شهر تسعة اللي هيبدأ ده ده غير التوجه رسمي بسحب الاستثمارات من مصر استثمارات الكويت في مصر حوالي عشرين مليار دولار استثمارات كويتية في مصر ومية وخمسة اتفاقية تجارية والصناعية ده غير أربعة ونص مليار دولار تحولات المصريين اللي في الكويت وستمية وخمسين ألف عامل في الكويت وثلاثة ونص مليار دولار حجم تبادل تجارب المصر والكويت ده خمسة مليار دولار استثمارات مصرية في الكويت ومشروعات هناك هيقول له أقفل وروح ده غير بقى السندوق الكويت للتنمية الاقتصادية واللي مقدم لمصر أربعة وخمسين قرد بحوالي تلاتة وسبعة من عشرة أربعة وسبعة من عشرة مليار دولار وده غير المنح والقصة دي كلها اللي بتقدم عن طريق السندوق على فكرة ده باند سابت في شغل السندوق مع مصر ده بيجي في وقت مصر بتهاجم فيه من أكتر من اتجاه فكان المقصود تفضل مصر في خندق ويجي تجديد الحصار عليها وعلى اقتصادها وعلى شعبها في مصر تدخلت وعلى الأرض وأبعد مما تتخيل تدخلت إزاي؟ إحنا عندنا في خمسينة اقتصاد برغم أننا بتوع اقتصاد المعلومة وموثقة بطريقة تدخل مصر بس يصدق ضمن المعلومات اللي مالوش لازمة الكلام فيها ولا ذكرها بالبلدي ما ينفحش تعرف ولا نتكلم فيها بس ترجم انت المهم النتيجة وديك شايف النتيجة استقرار وضع في الكويت استقرار وتطوير العلاقات بين مصر والكويت وده على مدد لأن كان فيه ومازال فيه أجهزة دولية تسعى لعقاب الكويت لأنها دعمت مصر وفتحت طريق الحصار اللي كان بيفرط حواليها فالطبخة بازت الكويت ومصر أفشلوا المخطط وما كان سيحدث في الكويت ولأن موقع في الكويت كان واضح وتأكدت من صحة ما تقدمت به مصر ولما تدخلت مصر على الأرض كان في صالح الكويت وأمنها واستقرارها وليس في صالح مصر فتطور التدخل لشراكة أقوى تطور التدخل لشراكة أقوى خد بالك وحدثت الصفقة اللي هقول لك عليها دلوقتي خد بالك أن الفترة اللي فاتت الكويت دعمت مصر بكميات كبيرة من النفط السولار وغيره ومشتقاته يعني وكمان الغاز طبعا هناك في سؤال أو هنا في سؤال هو أنت واسق يا عاصم من الكلام اللي بتقوله ده بكل وضوح مصادرنا قوية في الشأن الكويت وإحنا أول ما ننفرض بما سيحدث في الكويت قبل ما يحصل بأكتر من ثلاث شهور وهو يجري التخطيط له وقبل ما يتم إعلانه شوف الحلقة دي فتنة الكويت قنوات كتير على اليوتيوب وصحافة مصرية وكويتية نقره التفاصيل مننا بالنص فكان لنا السق فيش برابو خمسين اقتصاد؟ تقلقش من دقة المعلومات اللي بنجب ما عندناش روح إن إحنا نكامر بسمعتنا معاكم إنا في خمسين اقتصاد حلقتنا مرتبطة ببعا وبنوصل رسائل مبطنة ومعلنة برضو كتير اللي ياخد باله من رسائل بين السطور بتاعتنا هيعرف كتير في الاقتصاد وكمان السياسي ما سيحدث في الملف الاقتصادي والسياسي الفترة الجاية خطر جدا طبعا دلوقتي انت بتسأل يا عاصي انت حكيت الأجواء أين تفاصيل الصفقة الجديدة؟ نقول بقى تفاصيل الصفقة الجديدة شوف حضرتك الصفقة الجديدة فيها جوانب كتير جانب عسكري مش هنتكلم فيه الأخبار العسكرية جديدة الجيش يعلنها لكن الصفقة العسكرية مقسومة جزئية جزئية يهمنا لإبن اقتصاد وهو برامج تصنيع مشترك الكويت مول ومصر تصنع والإنتاج بين الاتنين في النهاية لنوعية معينة من الإنتاج العسكري بس ما ينفعش تتكلم أكتر من كده في النقطة دي ده حفاظا على أن نرقا وللي دي حدودنا اللي احنا رسمناها لنفسنا جميل في جزء سياسي في تفاصيل مهمة جدا وكتير لكن أهم ما فيها جزء يخص الحصار المدعوم بمشاكل اقتصادية وسياسية ويجري فرده على مصر هتعمل ايه الكويت فيه؟ ده سؤال حال اللي حصل أكد أن مصر والكويت بقوا خندق واحد وبقى لزاما عليهم أن يكون فيه تحالف وده يعتبر تم توقيعه خلاص تحالف هدفه فرد الاستقرار وفرد الاستقرار بيجي بتعاون يكون من نتائجه مكاسب مشترك اقتصادية وغير اقتصادية وشفتك تكبر وتقوى ده بقى بيجي في الوقت الكويت بدأت تتحرك للتحرم من اقتصاد الريعي القايمة على عائدات بيع النفط وده رؤية الشيخ مشعل الصباح أمير الكويت الجديد فالكويت بتجهز صندوق استثماري مشترك مع مصر السندوق ده هيتبع صندوق الصروة السياد الكويت اللي هو واحد من أكبر صندوق الصروة السيادية في العالم يمتلك أصول واستثمارات حسب آخر تحديث بتقدر بحوالي 923 مليار دولار لو أنت بتمع البورسة الأمريكية فهو استغلها صح جدا في الكاميوم اللي هبطت فيهم وخسرت الأسهم ما علينا؟ السندوق المصر الكويتي هيكون فرع من السندوق ده حسب التسريبات الأولية في السندوق ده هيكون بحوالي 20 مليار دولار على فترات لكنه في الأول هيبدأ البداية ب10 مليار دولار ومش هيبدأ كسندوق إنما استثمارات مباشرة في الأماكن اللي تحقق الهدوء وزيادة النفو يعني إيه؟ يعني مصر اتكلمت عن التوسع لإقتصاد الدول الإفريقية وإنه لازم مصر تنفذ مشروعات دعمة للدول الإفريقية ومشروعات استثمارية بالمناسبة زي سد جوليوس نيري اللي مصر بناته بحوالي 5 أو 6 من 10 مليار دولار في كل احتياجها أو في ظل احتياجها لكل دولار بتصرفه وقدها من قروض حضرتك لأنك لو ما نفذتش المشروع ده هيجي غيرك ينفذ ويسيطر ويوجه ضدك فعندنا كم مشروع هيتنفذوا في منطقة حوض النيل والمناطق اللي حواليها زي مشروع المنينة الضخمة اللي بتعمل في الصومال للوقتي مصري بحق انتفاع حوالي 99 سنة زي كذا محطة طاقة مصر تسعى لتنفيذهم دلوقتي في جنوب السودان والسودان وليبيا وزيادة قدرات الربط الكهربائي معهم ومحطة طاقة مصرية هنا بتمويل كويتي وعشان مشروع ربط الكهربائي مع الكويت منتظر كلام بيتكلم عن 6 محطات قبل الزيادة ده اللي تم الاتفاق عليه حتى الآن طيب طبي تاني الوديعة الكويتية مصر تتفاوض مع الكويت ان يتم تحويل جزء منها استثمارات كويتية في مصر مبدئيا تم الاتفاق على تجديد الوديعة في شهر 9 بحوالي 3 مليار دولار حتى الآن لكن هناك اتفاق آخر وده قارب على الانتهاء ان ما يتمش تجديد الوديعة لا دي معلومة جديدة او على ايال لجزء منها وان يتحول لاستثمارات كويتية في مصر يتقلب من دولار للجني المصر والبنك المركز المصر يحتفظ بالدولار والكويت تاخد الجنيه يتعمل مشروعات يتنفذ سفقات استحواز على شركات مصرية مطروحة لمستثمر استراتيجي عموما الكويت كمان بتتفاوض على بنك من المطروحين دول وتلات شركات زراعية وشركة طاقة واخرى في قطاع الموان واخرى في القطاع النفط مش هقول اسماء وعشان ما يتقلش الاسم بتتحرك بتوجيه من عاص القصة دي مش عزين نخش في قصة البورس تم الاتفاق كمان مع الكويت على تلبيت احتياجات مصر من النفط والغاز انها تكون الحديقة الخلفية لمصر الداعم في اي وقت الشحنات تتحرك في شحنات نفط تتشحنت بالفعل المصر عادي تساول لحضرتك ده غير حاجة تانية خالص وهي ان الكويت هتشترك مع مصر في مشروع الممر اللوجيستي وده مشروع مصري 100% مصر هتتحول فيه لمنطقة اللوجيستية لتكرير النفط وتصنيع مشتقات انت عندك المصانع وحاجات دي انت هتجهز ده فالنفط هيؤمن من الكويت وكلها استثمارات لها هنا في مصر أو بالشراكة ما بين الاثنين كمان في اتفاق على جزء استراتيجي من النفط يتم توجيهه باعتبارات معين زي ما حصل مثلا لما لبنان طلبت الدعم حضرتك مفروض عليك كمصر دور استراتيجي لازم تقوم به وإلا الخسارة هتكون أعمق بغض النظر عن احتياجاتك وقدرتك عن توفيرها وإلا لا احتياجات داخلية هكذا سياسات الدول حضرتك عليك دور وإلا تطلع من المشهد خالص وتكون تابع ودي مشكلة تانية ولها تابعات أكبر كنوع من الدعم الكويت بتأمن تمويل شراء بعد شحنات الأمحة لمصر ده اتفاق يعني كأنه قرد ومصر دلوقتي طرحها أكبر مناصة في تاريخها انت بتتكلم في ثلاثة والثمانية من عشرة مليون طن أمحة وكأنها بتستعد الحرب فعلا الكويت بتتكلم في ثلاثة مشاريع أهمة من بعض واحد منهم تم إعلان جزء منه وهو الاستحواز بالشراكة مع مصر على حقوق تطوير وتشغيل وتوسعة الميناء الأخضر ميناء برنيس البحري وده قصته قصة ده بوابة بديدة من مصر بتبنيها بالتعاون مع الكويت هيكون قاعدة قصادية وملحق بيه مناطق لوجستية وصناعية مجتمع تاني يتبني تحت عند أصوار تقدر تقول دي صفقة رأس الحكمة جديدة أعلن ده الفريق كامل وزير وزير النقل والصناع لما كان مع السفير الكويت السقر الغانب وبحثوا مستجداد تطوير ودارته تشغيل ميناء برنيس البحري اللي تمفروض منتهي من تطويره بس الوقتها هيبتع عملية توسيره ضمن خطة الدولة تحويل مصر المركز القليمي للنقل والليجستيات وتجارة الترانزيت على مستوى العالم وحط بقى مليون خط وخط تحت كلمة مركز القليمي للنقل والليجستيات والترانزيت لأن الموضوع ده مش ميناء بس ولا سفن داخل أو خارج انت بتتكلم عن تنمية منطقة كاملة ضغية شكل التجارة الدولية في البحر الأحمر والعالم وفي يوم من الأيام لما تقرى التاريخ هتقرف أن ميناء برنيس ده كان هو في الآخر بوابة من بوابات مصر العزمة الهدف من المشروع الضخم بخلاف اللي قلناه وتحويل المنطقة المقصد سياحي بحر كبير بإرادات ضخمة وكمان المشروع الكويتي هيفتح الباب لمشروعات اقتصادية كبيرة تانية وخلي بالك من نقطة مهمة مشروع برنيس بيقابل مشروع مرسوم السعود الضخم من الناحية التانية من البحر الأحمر تقدر تقول كده من غير أي مبلغة أن مشروع برنيس بكل تفاصيله هو مشروع راس حكمة جديد زي معتلة بس فيه في البحر الأحمر تلمية المنطقة كلها هتكون بتمويل كويتي ولو عايز تعرف جزء من اللي هيحصل في المنطقة دي شوف الحلقة اللي هتظهر جنبي دي مزاد مخيف عايز أقولك أن هناك مفوضات جد على استثمارات بقيمة 20 مليار دولار في مشروع يشبه راس الحكمة مشروع عمراني يعني هل هو راس جميلة ولا لا لا ما فيش كلام عن النقطة دي لكن انت بتتكلم في حدود البحر الأحمر أو العالمي كويتي هتاخد أنا منطقة مش عارف دي برضو معلومة جديدة خذ بالك هناك جزء يخص حقوق العمالة المصرية هناك وتتمتع بدعم حكومة كويتي وأن يكونوا بعيدين عن الاضطهاد اللي حصل ليه الفترة اللي فاته ويتم فتح الباب بشكل كل لعودة العمالة المصرية للكويت بالشروط الميسرة وده قريبا جدا لكن فيه اتفاق دلوقتي أن يكون فيه برنامج مصر كويتي عن طريقه يبقى صفر العمالة المصرية بعد التدريب فترة معينة هنا عندنا في مصر على كل حاجة واي حاجة وبعدين يتم صفرهم من خلال الحكومة المصرية الكيان اللي بيجري تأسيسه في مصر اللي شرف على العمالة ده ليه قصص واخد بالك الموضوع ده بالتحديد كبير ومش هيتطبع مع الكويت لوحدها ده مع دول تانية كتير لو عايزين نحكي عنه نكتبه في الكومنتين ده ليه قصة تانية ده بقى وتفصيلة تانية فيه مفاوضات على حوالي نص مليون فدان أراضي للزراعة في منطقة غرب مصر هتاخدهم الكويت بالشراكة مع مصر ومنظم حق الانتفاع المدة كام نتحفظ على ذكرها والمبلغ كام لسه ما فيش معلومة دقيقة عنه أنا بقولك إن المكتوح أو الموضوع يتفتح خلاص طيب يبقى معلومة قالت لكن لسه بنتحقق منها وهي إن الكويت بتتفاوض على تطوير ميناء في مناطق الغرب أو بناء ميناء تجاري جديد تحصل هي على حقوق تشغيله غرب مصر هناك إيه هو؟ من السهبب فيش كلام لكن عموماً السندوق الكويتي داخل يبني 8 مناطق الهجستية بصوامعهم بتجهزاتهم تكلفتهم بتتخطى الخمسة مليار دولار وده هيكون قد التنفيذ قريب جداً وهيتم الإعلان عنه خلال أيام بسيطة بجملة المعلومات اللي لسه محتاجة تدقيق ودي معلومة نسبة دقة حوالي 85% إن فيه اتفاق على سأف تبادل بالعملات المحلية شاكدك الموجود ما تقول إيه أتبع المقطع المصرف مش هقول البنك المركز دينار كويتي مقابل جنيه مصر ده يدعم الجنيه ويخفف الضغط على الدولار خاصة وإن مصر تستخدمه أو ممكن تستخدمه في شرى النفط وغاز من هناك خبتك إن كل ده تكملة للكلام اللي قلناه في حلقات كويتي الفترة اللي فات ده مستجدات الصفقة آخر معلومات الصفقة ودي مهمة جداً أن هناك دعم اللوجيستي متمثل في تمويل مشروعات استثمارية مصرية كويتية على أرض لي إيه تفاصيل المشروعات دي واللي مهمة بالمناسبة بس دي بقى هنعمل حلقة تانية ده أصلاً قلوا لينا في الكومنتات لو حبينا نعمل الحلقة دي الصفقة دي دم يتم إعلان الكثير فيها برغم ده اللي قلناه برغم كل الحاجات التفاصيل الجديدة اللي اتكلمنا عنها كمان الحلقات اللي فات لكن يبقى هناك جزء قوة مهم ده هنسيبه شوية لحد تفاصيل الحلقة دي ما تعد الخلاصة هناك ما يجري بين مصر والكويت وننتظر الإعلان الرسمي والتحالف والتكتل العربي عودته من باب المصالح وهنا يحضرني مقولة مهمة جداً عندما قررنا خروج الحصان للحرص والحمار للسباق خسرنا المحصول ولم نرمح السباق يا رب تفهم انت بقصد أشوفكم على خير اشتركوا في القناة